هذه الظاهرة التي يعيشها المغرب ليس سببها للحكومة الحالية أو هذه سبب حكومات وسياسات فاشلة أعرفها المغرب فاعتقد الناس أنه بمجرد العبور صباحة يمكن يصبح في التراب الإسباني ولا يصبح في التراب الإسباني فأنه يصبح في الابتحاد الأوروبي هذا هبل كم من أسرة خرجت الأمهات كي يبكي والأبا كي يقول لك والدي عنده 14 عام بنتي عنده 14 عام نمشات تحرك في نمشات دنيا ضحية ديال هاداك اللي كان كيقول لك أرجيرا كي القارب كي تسنك ديال ديال إسبانيا هادا التوفيليات الإعلامية لما تمشح تيواءها ما على الأسف هناك قائم جرائد مواقع إلكترونية الآن كتت تخذ من دعم الدولة وقامت بتغطية هادا الهروب الكبير بطريقة عشوائية وبطريقة مضرة للمغرب لا أريد أن أستفيد أكثر في الحديث حتى لا يرقل على أنني من ضحايا نظرية المؤامرة ولكن يجب أن نعيب أن هناك من يريد أن يفرمي للمغرب أقول لك المسؤولية كي تقاسمها شعبا وحكومتا تربيات الأسر يعني ما بقاتش نفس المبادئ اللي تربع لها واحد الجيل سابق هي نفس المبادئ التي تحكم الآن هذه الأسر المقرر الإجتماعي ديال التربوي مقرر فاسد أقولها لك يعني وأتحمل المسؤولية يخمز زافة المبادئ تحيدت في التعليم ليك تنمي الطفل وك تغديه ليس لك يكون رجل بقين عندنا نظام التعليم العالي لالستينيات والسبعينية من القرن الماضي تغيير في نقعة في إدارة الكليات التنفس على الميزانيات في الاستثمارات الفارغة ولم يكن هناك عقل مدبر حقيقي ليقول إلى ماذا يحتاج المغرب إذا يرام لا تتكلم عن المثال كان هناك كتريس للمهندسين بمغربية تجد في المهندسية وهناك عملي أحد للصناعات مستخدم بل عجوز الغناك تكتبنا قبل من استمر هاد الحقيقة، من أفكر كثير من تطاربات أعود لك إلى تقني المغلبي لك أن أشتركه للغاية كي سفتوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مرحبا بي ومرحبا بك الحقيقة أو مرحبا بينا كابلي في تلفزيون إبداع رقمي السلام عليكم من خلالي الدابل أنت جيدة ديناو في هذا البودكاست هذا مع المحقق اللي كنلاحظوه هو أنه فش كندخل مباشرة في الموضوع مع الجمهور إلا وحقيقة هاته لكي تسنى لأن التفاعل على مستوى النات أو ما هو رقمي كي بغير الجمهور أنك تدخل معها بشكل مباشرة الموضوع دينا اليوم هو يعني هذا الهروب الجماعي أو لهجرة الجماعية في المنطقة دينا في ندق أو الاتجاه سبتا كيفاش كتقرأ القراءة دي لكم لها وهذا الظاهرة يعني تدعية الأسباب بداية يعني المغربي وكذلك إلى المتابعين والمشاهدين الكرام لي كيتابعون احتى من خارج المملكة المغربية في جميع الوطن العربي وكذلك احتى من جليات العربية وغيرها المقيمة في أوروبا وفي ولايات المتحدة هذه القضية دي الهجرة الجماعية أو مصطلحة عليه بالهروب الكبير لي عرفته منطقة الشمال المغربي تحديدا في مدينة ثلاثاني دق بالقرب من مدينة سبتا المحتلة أخذ حيزا كبيرا في وسائل الإعلام أقول حتى الرسمية في بعض الدول الدول العربية الشقيقة وكذلك أخذ واحد المساحة مهمة وكبيرة في الإعلام الرقمي في السوشال ميديا وصبح واحدة ظاهرة اللي خدت واحد الحجم كبير وكبير جدا وشغلات الرأي العام وربما أقول لك أن في النهاية وفي المحصلة يجب إخضاع كل حدث كيفما كان نوعه اجتماعي سياسي اقتصادي إلى التحليل وإلى القراءة المعمقة من أجل معرفتي ظاهرة بأسبابها وكذلك بتجلياتها وكذلك حتى بالأطراف التي تتدخل لاستغلالها أو للتفاعل معها أو لتفعيلها فنحن عندما نتحدث عن هذه الهجرة الجماعية أو ما يصطلح عليه الآن بالغروب الكبير هو قصة وما فيها لم تكن لي تحدث هكذا لأننا نعرف بأن جميع الدول في العالم وإلا عندها مشاكل اجتماعية عندها نسبة معينة من البطالة عندها فقر عندها خصص إلى غير ذلك وبكل صراحة حينما تابعت لا أقول في وسائل الإعلام الرسمية التي ترقت لهذا الموضوع في بعض الدول وكان السؤال دائما عندي كمتابع وكمحلل وكمحقق إن أردنا وهو ما هي الغاية من التطرق إلى هذا الموضوع وإلى تغطيته نحن في مجال الإعلام بالنسبة لنا لا توجد تغطية بريئة لأن بطبيعة الحال هناك إيصال خبر إلى الرأي العام وهناك طريقة للاشتغال على إيصالة هذا الخبر إلى الرأي العام وماذا يراد بذلك فيمكن أن ينطلي هذا الموضوع وهنا هو سبب يعني حديثنا عن هذه الظاهرة وعن ما حدث في مدينة في دقل كي يستفيد الرأي العام أما بالنسبة للإعلاميين والاحترافيين وكذلك للرجال السياسي والبحث فهم يعرفون الأسباب ويعرفون الظاهر ويعرفون كذلك حتى أبعاد الأجهزة التي تشتغل على المواضع هكذا كانت إعلامية أو استخباراتية أو غيرها أعود إلى الرأي العام والصدمة التي صدم بها وحتى أقول لك وللرأي العام أن الرأي العام أصبح جزءا في عملية صناعة الخبر كيف ذلك؟ أن الكثير من الناس التي أجروا اتصالات معي في هذا الموضوع خارج المغرب من داخل المغرب كذلك من جنسيات متعددة ماذا يحدد في الشمال هل هناك فعلا أزمة في المغرب لأن الأمور صورت يعني بواحد التهويل كبير وبإعطاء واحد الصورة عن المغرب على أنه في لحظات احتضار نهاية تام وشامل بهذه الفضاعة وبهذه القوة فالناس كانت تسأل عن الخبر وهي لا تعريف المبتدأ وهذا لا أقول لك فقط عيب في التعامل مع المعلومة أو في استقصاء المعلومة وإنما هو أمر خطير جدا أن لا تكون تعريف الخبر والمبتدأ وتبحث عن الخبر في قضية هذه الهروب هناك السيد طهر وكذلك ليعرف الرأي العام بكل موضوعية وبكل إنصاف أن هناك أسباب اجتماعية اقتصادية سوسيو اقتصادية تربوية اخلاقية حتى أقول لك دينية كتكون وراء مثل هذه المشاعر للإحباط ومشاعر للفشل التي تدفع بكل ناس إلى التفكير في الهجرة وفي المغادرة فكرة الهجرة هي ليست جديدة أو وليدة على أي مجتمع وخاصة في المجتمعات الدول النامية كانت هناك هجارات جماعية أقول لك في أمريكا اللاتينية من المكسيك بارغواي من الفينزويلا باتجاه الولايات المتحدة على عد الرئيس أوباما إذا كنتم تذكرون ذلك كذلك هناك هجارات جماعية وقعت بسبب الحرب التي وقعت في سوريا وكان هناك أحد لا أقول اللاجئين الذين لجأوا إلى سوريا وإنما بعد اللاجئهم إلى تركيا بعد لجوءهم إلى تركيا بدأوا ينظمون حملات هجرة قادت السوريين إلى السودان ومن ثم إلى ميصر ثم إلى البحر الأبيض المتوسط فليبيا فإيطاليا دخلوا كذلك عبر اليونان أمور هذه كثيرة جديد وظاهرة الهجرة هي أصبحت تشكل قلق كبير بالنسبة لدول الشمال خاصة أتحدث عن دول الاتحاد الأوروبي أقول لك هي الرصاصة التي يخشى الاتحاد الأوروبي أن تصيبها في المقتل هذه عامل من العوامل لكن فيما يتعلق بالأسباب التي يمكن أن تنطلق منها فكرة الهجرة إما بشكل فردي تطوعي جماعي إلى غير ذلك وهو الرغبة في تحسين الوضع هذا معروف ولا يمكن لك أن تقول لمواطن معين أنك لا يجب عليك أن تفعل ما بوسعك لتحسين وضعك هذا وضع وأريد أن نتحدث في الشق الثاني من هذه المقابلة تحديدا عن أسباب هذه الظاهرة وعن تقييم السياسات العمومية التي أدت إلى مئة الظاهر هكذا خاصة في بلدنا على مستوى انطلاق هذه الظاهرة وحدوثها في مدينة الفنيدق وفي هذا التوقيت بالذات أقول لك بأنه بعدما تصفحت لا أقول كل الصفحات على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي أو في اليوتيوب أو حتى بعض الجرائل الإلكترونية إنك كبير وهائل جدا وإنما عندما بحثت في عينات من الهجمات الإعلامية وأسميها من الهجمات الإعلامية في هذا الموضوع تبين لي أن أصول تلك الصفحات ومن يديرها يعني يمتهنون في حلقة سابقة وفي موابع سابقة الدربة في المغرب وفي استقرار المغرب هذه أول ملاحظة يمكن لأي مواطن يعني وصلته كما كان قوله وحد الوصلة إلى الفيديو معين كيتحدث على الهجرة يكليكي على صاحب تلك الصفحة ويشوف الموضوع غالبا معظم أنا لست خابر أرقام باش نعطيكم ويكون بكل موضوع لم أقم ولكن ما أثر الانتباه ديالي ويمكن أن يؤثر انتباه أي باحث في هذا الموضوع وأن أصحاب تلك الصفحات متخصصون في ضرب استقرار المغريد الفئة الثانية بعدهم تأتي صفحات يعني لها شعبية كبيرة بسبب المحتوى الساقط ديالها لاحظت أني ندخل بحث فيه كالقاء يعني نكت تافهة لقطة جنسية خليعة المواضع يعني أصحاب تلك الصفحات حتى أقول لك يمكن أن يكون من الدباب الإلكتروني يعني هو عندهم وحدة بيط الموضوع والهدف منها هو جمع أكبر عدد ممكن من المتابعين وتفعيلها في اللحظة المناسبة لضرب استقرار المغرب ووحدة هدفي ما يتعلق بالشكل لأن ندخل إلى الموضوع هذه الوصالات مثلا مواطنة كتظهر ويبيع حرقة وببكاء وكت تقول ما عندي شدوا وما عندي شادي وأنا مقيمة في هذا البلد فتكتشف على أنها جزائرية لاجئة في وجدة وبالتالي حينما حصر أحد المتابعين على الهواء مباشرة كما كانت اعترفت وقالت فعلا أنا جزائرية ولكن أريد أن أترك هذه البلد إذن حتى لا أطيل يعني في تفصيل العينات التي اشتغلت على إحداث هذه الإجراء وقبل أن أنتقل إلى الطرف المباشر الذي دخل عليها وقام بتفعيلها والاستفادة منها سأتحدث لك عن طريقة تنظيمها حينما نتحدث عن الهجرة كأقول سرية أو غير سرية كحل كان مشروعا أو غير مشروع من أجل تحسين وضعية المواطنين ما ليس فقط في المغرب وإنما في أي بلد كان فهنا يجب أن أنطلق من الفكرة التي تدعوه ذلك الشخص إلى الهجرة أو تلك المجموعة من الأشخاص إلى الهجرة مثلا أقول لك في دوار معينة أو في مدينة معينة يجتمعوا أصدقاء يفكروا في الهجرة في تحسين الوضع يبحثوا عن واسيط سمصار يقوم بهذه العملية يجمعوا لقضر الفلوس يسلموه له يقوم بتهريبهم إلى غير ذلك هذه الهجرة التي بالشكل عادي كان أعرفه لكن في المقابل حينما والمغرب على ذلك سبق وأنعانى من الهجرة الجماعية من دول جنوب الصحر وموجودين أفريق دول شقيقة إفريقية عنا بشكل كثير وتبت أن تورطت النظام الجزائري يعني في دفع مئات المهاجرين الذين يدخلوا عبر الجزائر لأننا لم يكن لدينا حدود مشتركة مع دول جنوب الصحراء هناك موريطانيا وهناك الجزائر الذين يأتي من النيجير من المالي من الدول فالسلطات الجزائرية هذا ليس فقط بالنسبة للمغرب ولكن اكتشف حتى الإخوة في تونس أن من حينما يتوفد أكبر عدد ممكن على الترب الجزائري سلطات الجزائرية بعيد عن كل كاميرات تجمعون وتخدم وتحطون في حدود هذه الدول في تونس في ليبيا وكذلك في المغرب نحن بدورنا نستقبل جارة غير شرعية سواء جماعية أو فرضية أو غير ذلك لكن الغريب في الهجرة الجماعية أو مصطلحة عليه بالغروب الكبير في سبيترومليليا أنه ليس بريئا بكل الأحوال كما قلت وعطفا على العناصر التي أكدت لك بأن المواقع الإلكترونية التي قامت بتغطية الحادث أو الصفحات المواقع التواصل الاجتماعي أو في اليوتيوب إلى غير ذلك كلها وهذا يمكن أن يساعد أجهزة الأمن المغربية ولا أعتقد أن الأجهزة الأمنية المغربية غيبة عنها هذا الموضوع بكل سهولة ستحصل على المعطيات وقد حصلت عليها بالفعل وحددت كما نقول لك القائمة للأشخاص اللي يشتغلوا على هذا الباب كي بقى السؤال وش هي طواعية وكراهية في الوضع القائم إلى خير تشتغل من هذا الباب أم أنها على صلة بالاستخبارات دولة المولة سنؤكد بأنها هي الجزائر في تفعيل هذا المحتوى وفي تغطيته واستغلاله واستثماره أعود هنا إلى مؤشر آخر يؤكد بما يقطع الشك باليقين أن معظم هذه تغطيات سواء كانت في شبكات التواصل الاجتماعي أو في اليوتيوب أو في حتى بعض الصحف أنا تحدد دائما هنا عن الخط تتماشى مع خط تحرير للإعلام في النظام الجزائري وكتتضمن عبارة المخزن المغربي لاحظ معي نعم فيمكن أن تقول لي بسؤال آخر ما هي الغاية من دخفع الجزائر لا أقول للاستثمار وللاشتغال في هذا المعنى وفي هذا المعطب نعم وقيام بهذا التحرض وتأطيره وتنظيمه وإعلانه هنا سأجيبك على أن أول مستفيد من هذه العملية وهذه المحاولة للهجوم للهرب الكبير ليس أولئك الناس اللي نضمو ذلك العملية داخل المغرب أو سيقومون بها لأنهم موصلوا شتا جي نتيجة وليس كذلك حتى الأطراف السياسية التي تريد أن تطلق النيران على بعضها في المغرب لأننا نحن نعرف أن هناك معارضة سياسية تهي اشتغلت للأسف في هذا الموضوع وكتحاول أنها تبين أعطب الحكومة الحالية كما سأقول لك لحظ خلال لقاءنا عندما نتطرق إلى الشق الثاني في الموضوع لأسباب هذه الظاهرة هذه الظاهرة التي يعيشها المغرب ليس سببها الحكومة الحالية أو هذه سبب حكومات وسياسات فاشلة أعرفها المغرب المعطيات التي تدفع الشباب للتفكير في الهجرة ولا في صفقة الشباب هذه نقص نتحدث عن القاصرين القاصرين تماما هذا هو الذي تستغرب ليه نتحدث كذلك عن بعض الحالات الاجتماعية المنفلتة كان الناس كما كان قولهم سكن مراد عقليين بغو يخرجوا فمتي وضلعوا على الفيديو وبدوا كيبان وصبحوا كنموذج لكن للأسف أن كل هذه العناصر وهذه الفئات استعملت للضرب الصورة المغرب ونسى نتحدث للرأي العام بموضوعية عن الأسباب اللي خلات هاد الفئة ماشي الفئة وحد إنما شريحة واسعة من المجتمع المغربي غير راضية عن العيش في الوضع اللي هي فيه نعم ما يمكنش وهذا الشريحة موجودة في جميع أنحاء الأرض وفي جميع أنحاء العالم غير كلهم كيدبر بطريقته احنا المعطاء الأول اللي ساعد هم على التكتل والتجمع إلى آخره وهو وجود تغرين المحتلين سبتة وميليليا ونتحدث هنا بالدرجة الولاي عن سبتة وقريبة من مدينة الفنيدق اللي ساعد في اعتقاد الناس أنه بمجرد العبور سباحة يمكن يصبح في التراب الإسباني ولا يصبح في التراب الإسباني فأنه يصبح في الابتحاد الأوروبي هذا هبل غير حقيقة وسبقة وأن تمت عملية مماثلة أعتقد في زمن في كورونا أو ما بعد كورونا ومن دخلوا السبتة وميليليا السلطات الإسبانية حلت لهم وسلمتهم قد لهم رجعوا انظر معي حتى الطريقة التي استعملها المروج لهذا الهروب بهذه العبارات يوم 15 ستنبير سوف يكون واحد الجو كبير من الضباب اللي سيغطر الحرص يعني استغلال العقول لذلك حتى نسبة ضعيفة من التفكير ما عندهش أنه في سبتة ستكون هناك زوارق بانتظاركم لنقلكم إلى الاتحاد الأوروبي نقطة أخرى قريبة شيئا ما من الواقع أن الأطفال دون سن القانوني إذا تم دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي طبيعا الحل لا يعاد تسليمهم وإنما سيتم إدماجهم في مجتمع وفي مدارس هذه المعطيات ستحدد لك عن نوع لها شاشة خطيرة في المغرب ولها شاشرة نفسية اجتماعية طربوية أخلاقية اقتصادية مادية من كل الأشكال ولكن دعني الآن نكمل الجزء الأول من الحديث عن طرق استدراج واستغلال هذا الرأي العام الضعيف اقتصاديا والضعيف اجتماعيا والضعيف حتى معلوماتيا بهذه السهولة وهنا النظام اللي كان قل لك أننا الجزائر في وسائل إعلامها إلى غير ذلك استغلت هذه الحملة بل دخلت في تأجيجها والدليل على ذلك كما قلت ولا نريد أن نعود إلى تكرار ذلك أن جميع النشطاء اللي في الفيسبوك وفي المواقع الخاصية الوحيدة الخاصيات التي تجمعهم مشتركين كرهم للمغرب وحتى من المغربة وحتى من المغربة وهذا لا يمكن تصنفهم إلا في إطار خوانهم بهذه العبارة كما بغي كل اللي ليس له من مبرير حتى أنه خائن بدرجة أقول لك أكثر مكرا من الخائن لكي عرض نفسه للعمل لدى جهزة استخدار لأنه يستغل ظروف اجتماعية واقتصادية ديالناس أبرياء وبسطاء وضعفاء ومستضعفين لاحتي معي كي تكلم بإسمهم وبطبيعة الحل كل مضرور اللي يمكن يقول اللي رأى عنده الحق وبدون استحياء هدل وجوه اللي كدهر بحل مثلا حينما مثلا واحد صورة الذي نعطيها لكم بطيقها ديال مجموعة من الضباط الأمن شادين الطفل فعمروا مع تسع سنين ولا غضي بحرقته شادين وكي هدروا مع بلغة عادية ديال أب مع ولده شادين تفكرت حرق لماذا دا ربما تقرار ربما تكون طبيب مباشرة بعدها طلع واحد الوجه ما أبشعه من وجه على وسائل التواصل الاجتماعي وكي ولابس البيضلة ديال أطباء وليس طبيب ودير السناطة ديال اسميته استمع ضربات القلب وكي يقولون أنا الطبيب أشق ديت في هذه البلاد أريد أن نحرك حتى أنا دخلت لابس دياله القتابة أنه ملتمر ريس على نشر كل ما يدمر المغرب ولا علاقة له بالطيب انظر فباعت وموجود داخل المغرب أو خارج المغرب ما عرف لنا من خلال الفيسبوك ربما يكون قدر يكون حتى موجود من داخل المغرب لأن على بالك بأن المغرب في نسبة من الحرين لا يمكن في الجزائر أو في غيرها سمح لي في هذه النقطة بدبطي قبل أن نزل حاجة أخرى باش ما غديش ننسى لأن نعم تفضل لأن كل جملة كلها إلا وكي يبلي فيها مجموعة سوءا معين غير في هذه النقطة هذه بالضبط ديال مع الأسف أنه كيف تشوف هذا مشوشي الآن هذه الناس التي يقيد ما هم صحفية ما هم إعلامية ما هم حتى يعني نقول لك أنهم يعني هذاك اليوتيوب أو هذاك المؤثير الإيجابي اللي عنده اللي عنده أدوار وأنا شفت سبرق الله ما شاء الله يعني واحد مجموعة من الشباب خليني نسمي بالإسم بحل مقويل واحد الفيديو شكو عنده رائع جميل يعني يحاول ما أمكن بجهد أنه يوضح الوضع ويحط كل واحد يحطه في الصورة وكينين يعني مؤثيرين الآخرين اللي هكذا ساهموا بواحد بالدور ديرهم التواصل على أسس أنه يعني يبينوا هاد هاد الاشكالات في الوقت نفسه اللي مع الأسف أنه كين حوالي مضلين كيف كتشوف أنه كيف ممكن هذا واحد ما يصبرش عليهم بمعنى أنه كيف ممكن تعاقب يتحاسب على هذا الفيل أقول لك بأنه هاد هما طفيليات لمشاهد الإعلامي في ظل هذا طفرة ديال الدكاء ديال الإعلام الرقمي طفيليات وأقول لك يعني باختصار أن الهدم أسهل من البناء اختيت نموذج ديال واحد مؤثير في موقع التواصل اللي يجتمع عنده محتوى بناء صحيب يعرف لأنه الإنسان يمشي مع الهدم الهدم يسهل وخاصة أنك تحدث لأحد واسعة من الناس اللي ما قريه أو قريته ما نفعته أو أن أسلوب ضعيف في الحياة أو أن معذوم اقتصاديا لاحظ معي هذه خطورة ديال وفي المقابل أنا أقول بأنه الآن مثلا سنفتح قاوس و سنتحدث معك مثلا مثلا في الحرب الإسرائيل فغل كان هناك سلطة استعمل الفيسبوك استعمل اليوتيوب استعمل تم جميع مواقع التوصل الاجتماعي لضرب كل ما يمس مصالح إسرائيل أو الصورة العامة للإسرائيل في الدول الغربية أنا أقول بأنه وهذا معمول به جميع الدول أن مثل وهذا سيغضب الكثير من الناس ولكن سأقول لأنني ما لا أتقضى أجر من أحد كنظر على من أجر وحد الصورة ويصعب إصلاحها يصعب جدا إصلاحها ويجب التصدي بصرامة لمثل هؤلاء العناصر لأن هم يستعملون بصدد لإستعمال سلح أخطر من كلاشينكوف يقتلون في الناس الأمل يقتلون في الناس المرؤة يقتلون في النافس الإنساني الاستقرار وهو أهم شيء واضح القوم أعطي تواجد وسنحمل كما قلت في الجزء المقبل من حديثنا المسؤولية لمن تقع عليه مسؤولية للوضع الحالي أما فيما يتعلق بهذا المشهد الإعلامي الطوفيلي الخطير جدا وهو أنه ما نقول لك المغرب لم يتصدق إليه بالطريقة الأمنية لالقمع والإغلاقات والاعتقالات لا 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 يصل إلى هذا المستوى المعين ولكن في حالات تعرض صورة البلد الخطر تعرض مصالح الناس والأسر الخطر كم من أسرة خرجت الأمهات يبكي والأبا يقول لك والدي عند 14 عام والأبن عند 14 عام ومشت تحرق فيه نمشت إذن ضحية لك الذي يقول خرجي ركال القرب يتسنق بديك الإسبانيا الله لا احتي معي هذا يتاجر بالبشر هذا نوع آخر من التجار بالبشر من التجار بمأساة البشر واضح معي فأنا لا أستبعد إطلاقا أن تكون أجهزة الأمل المغربية عندها معطيات وبيانات وأن تفعيل المستر لابد أن يستمر وخاصة نحن مقبلون على واحد الفترة يجيب بحساسة ليس في المغرب في العالم بأسره هذا التسيب أدى إلى تخريب الكثير من القطاعات والإضرار بها نفسيا اجتماعيا اقتصاديا معلوماتيا حتى أنك حينما تروج معلومة خاطئة واش كتقدر نسبة الضحايا دي المعلومة الخاطئة رأى رأى فضيع جدا هذا أفضل أن يكون موضوع آخر للآثة هذا الطفليات الإعلامية لما تمش احتوائها ما على الأسف هناك قائم جرائد مواقع إلكترونية الآن كتتأخذ من دعم الدولة وقامت بتغطية هذه الهروب الكبير بطريقة عشوائية وبطريقة مضرة للمغرب مواقع إلكترونية أنا كان عارفهم وكان عارفت أصعبهم ومني كان شوفونا شارك يعني ليس هناك تغطير مع العلم أنه من في الدول الغربية العريقة في الديمقراطية يمكن لك تمرر في الإعلام أي شيء بغيتي ونحن كان نكبة إعلامي في المغرب وفي بلاد كلها لشمال الفريقية إلى آخر من تطلقات السوشال ميديا إلى آخر ومواقع التواصل الاجتماعي كان هناك انفجار انفجار كبير في المحتوى ومحتوى ساقط لمحتوى غير البناء المحتوى المخل حتى بالعلاقات الأسرية بين رجل وزوجته رأينا كيف ناس من قلب بيوت في ذلك الروتيني باعوا شرفهم باعوا عرقهم باعوا خصوصياتهم تنظر معي المستوى الذي وصلنا له أقول أن الدولة تتحمل جزء من المسؤولية في هذا نطق أنا كنت تحمل جزء مسؤولية ولكن حقيقة أنا بالنسبة دائما كنقول أنه أن المعركة الدولة أو الدور الدولة كبير وكان هذا يجعل بعض إشكالات بطريقة أخرى ويجعل فرصة الآخر أن ينتهز الفرصة ويجعل بأجج 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 بأج ويبقى الدور لدينا كمجموعة من الجرائلة الإلكترونية التي تحملها مع الأسف كما كل حال تأخذ دعم والبعض ربما جاهل يعني لا يفهم ما يمكن أن خروج فيديوهات تزيد الكاوليات الإشكالات ولكن دعونا نرى كيف كيف تحمل مسؤوليات ونقوم بالدور التوعاوي لكي رفعه مستوى لدي بعض لكي يقوم بالدور لدينا على مستوى التأطير والتكوين بطريقة أول دعونا نتحمل مسؤوليات كصناع محتوى أو كمنتجين منتجات إعلامية وبالتالي كيف نقوم بالدور ربما هذا الفلسط معك أستاذ أبدا ولا أشكرك دائما لكي تستجب التلفزيون الإبداع على الأقل يخوض نسبيا في هذه المواضيع كيف نشرف مستوى الوائع لكي لا تضح في هذه الإشكالات قلت لك أن هذا مأسال من البناء دائما أنظر النظر ليس متشائمة وإنما بواقعية إلى الأشياء نعم نظر إليها بواقعية والواقعية كتفرض نفسها إذا كنا فعلا نهدف إلى الوصول لحلول حقيقية وجدرية للمشاكل التي نعانيها نعم نعم فلقاء اللي الآن نحن بسدد القيام أو المحاولات التوضيحية أو لنكشف من وراء هذه المؤامرة ومن يستغلها وكيف يستغلها ولماذا يستغلها وده جاوبنا عليه في حديثنا أقول لك يعني هذه المحاولة دي أني لطلبتي مني شخصيا أن أجري لها تقييما أقول لك من يريد أن يكنس البحر بملعقة هل هذا ممكن صعب جدا مستحيل أن تفرغ بحر بملعقة في يديك لماذا لأن أولا وهنا سأدخل مباشرة في الحديث عن الأسباب دائرة 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 فالهجرة ودائرة الأوضاع المزرية هل المغرب اجتماعيا واقتصاديا أكثر وضاعة وبمعنى أقل تقاقرا وطعفا مثلا من الجزائر أو من بلدا أخرى في إفريقيا أو من تونس أو من لا لا وهنا وهنا لا أريد أن أتحدث عن جدلية نصف الكأس الفارغ أو نصف كأس المملوء سأترك هذا جانبا وأتحدث لك مباشرة على أن المغرب هو مستهدف كيف أن المغرب مستهدف نحن نعرف بأن المغرب أطلق واحد للمجموعة من الأوراش الكبرى لتسير باتجاه النجاح بنسبة معينة وأنه احتل عندهم معركة داخلية التي تتعلق بالتنمية والديمقراطية ومعركة خارجية عرأسها قضية الصحراء ويجب أن يكسبها في أقرب وقت ممكن بشكل ميائي وتام وطلبت من واحد الجهود لا يتصور وفرضت عليه علاقات لا يمكن يعني يحصرها نوعا وكم وباش يحقق واحد الاختراقات بدلواحد المجموعة جبار كبير هذا الكثير من الدول وعلى المستوى الخارجي كذلك المغرب يقود ما نسميه ليس بالديبلوماسية السياسية لاحتلال موقع أو صدار إقليمية معينة بهذه الشعارات الإيديولوجية التي كانت فيها مدارس سياسية خارجية قاد في السابق وإنما بفضل ديبلوماسية اقتصادية راسينة تقوم عن المشاريع والاتفاقات والعلاقات لاحظنا عدد الاتفاقات التي حققها المغرب مع إفريقيا وتفوق ألف اتفاق قيام لاحظنا عدد الجبهة التنمية التي افتحها المغرب ونلاحظ كذلك أن المغرب أصبح قبلة لجد بالاستثمارات من جميع دول العالم أدارك نقول لك بحكم قربي من دوائر اقتصادية واستثمارية وأعرف ما أقول يعني المغرب فعلا أصبح قبلة لهذه الاستثمارات ويتلقى عروض حتى من دول الخليج حتى من دول في الشرق الأوسط حتى من أمريكا حتى من لاحظنا هذا الوضع في المقابل هناك من يريد فرمي إلى المغرب وأنا لا أريد أن أستفيد أكثر في الحديث حتى لا يوقع على أنني من ضحايا نظرية المؤامرة ولكن يجب أن نعيب أن هناك من يريد أن يفرمي إلى المغرب مثل هذه الظاهرة للهوضروب الكبير وتنميتها وتفعيلها وهي مرت وستمر وهي محاولة وباءت بالفشل أنا أعطيها لكم لكن أسبابها تبقى قائمة وهذا سأغلق الحديث عن الانتصارات إلى شيئنا التي يحققها المغرب عن المستوى السياسة الخارجية وأعود إلى تحدي الكبير الذي يواجه المغرب عن المستوى التنمية والديمقراطية سبقا وأنقلت يعني في أحد الاستجوابات قبل 15 سنة أعتقد في القناة الثانية بمناسبة عيد المسيرة الخضراء والسؤال كان مطرح اليو كيف المغرب يحقق هذا النجاح ضد العدو التقليلي والنظام الجزائري الذي يعارضنا في الوحدة التغربية قلت المغرب يجب أن يكسب معركة التنمية والديمقراطية وسينتصر على كل عدو هذا الشيء قبل 15 سنة والمغرب نقطع أشوات كبيرة على المستوى الديمقراطي لا يجب أن ننسى أن الدستور يال 2011 وهنا سنتذكرت وأعين هذا الوقائع خلال الحملات التي كانت كتقى من أجل تفسير الدستور ومحيط يديه قبل التصويت عليه كنت في واحد اللقاء استدعاتني إليه إحدى الجمعيات في مدينة طنجة وتحدث بعدما طلعت على مسودة الدستور نحاول نشرحها بطريقة مبسطة بالرأيي العام لكي يصوت على ذاك الدستور من بين الحضور كانت واحد المرأة رفعت يديه قتلي أستاذ أنا عندي أربع دية الأولاد وقررت هم وهذا الدستور الجديد سيوضف لي هذا الأولاد بكل وضوح بكل صراحة كل كام و هل الدستور سيوضف لي الجواب لي قلت لها وكان قول لها حتى الآن إذا كانت الله يطول لها عمرها والمشاهدين الدستور لا يوضف لك أو يعطيك فرصة اقتصادية أو يوزع لك مكافأة مالية لا الدستور هو الوثيقة السياسية التي تحكم العلاقة بين الحاكم والمحكم وما بين الأجهزة تنفيذية والقضائية وإلى آخر أنت كتعرف وكلنا نعرفه بأن المغرب رفع شعار الدولة الاجتماعية إتا سوسيال شنون نفهم الدولة الاجتماعية وهو أن كل مشاريعها تبهم معي الستراتيجية وغير الستراتيجية والاقتصادية يجب أن تصب في تنمية الوضعية الاجتماعية المواطن هي الدولة الاجتماعية وإذا كانت هذه المشاريع الاستراتيجية وغير الاستراتيجية قاسرة عن تحقيق هذا الهدف وهو تنمية وضعية الاجتماعية للمواطن كتبتكر الدولة واحدة المجموعة من المخططات من أجل تصب مباشرة في تحسين وضعية المجتمع مثلا نقول عندما طرحت طرح المشروع ديال التغطية الصحية وهو مشروع ملكي طبيعة الحال تم توكيل الحكومة بتنفيذي هذا المشروع الحكومة فكرت وضرت البرامج ديالها وقالتنا نضير التغطية الاجتماعية ما زال ما نسهولش واش نجحت ولا ما ننجحتش في هذا الموضوع مثلا حينما نتحدث عن مخطط المغرب الأخضر مخطط المغرب الأخضر النهائي النتيجة النهائية المطلوبة فيه هو أن مواد الاستهلاك التي تدخل في المجال التغذية المواطنة المغربية تكون متوفرة له بأسعار مناسبة بالنسبة له واضح ما يكون خصاص يكون تصدير ويكون اكتفاء ذاتي الى آخر ويكون لدينا قوال مني كان تحدثت عن مشروع إقلاع صناعي بمعنى أننا ستكون لدينا واحد الأورش صناعية واستثمارات واستقطب رؤوس أموال ويطلق مشاريع من أجل تشغيل الشباب وكذا الى آخر هذه أدو فهم هذه المشاريع مثلا نقول برنامج فرصة لتطلق معين أنه سيصب في دعم الشباب وتحميص الشباب على الاشتغال في مجال المقاولة وإلى آخر من أجل استيعابهم إلى أغير ذلك سؤال مطروح على سبيل الحصر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر على سبيل المثال ذكرنا هذه المخططات سؤال مطروح هل هذه المخططات نجح المغرب في تنفيذها بالشكل المطلوب ليحقق ويستجبل الأهداف التي وضعت من أجلها ماشي أنا اللي غادي نجاوبك كل المواطن اللي غادي جاوبك غادي يقول لك تمن اللحم هاش حالك يدير فإذا أضحى ضررنا نستور دول أكباش مع النشو المغرب غادي يقدر يقول لك ودي الفرشة المائية ونهيكت تولينا مضطر من وضع استراتيجية هنا غادي نقول قائمة على مشروع المغرب المخطط الأخضر وإش واعتمت استراتيجية نجيحة ولا استراتيجية فشيلة وقس على ذلك مثلا مخطط انطلاقة ومخطط الفرصة نأخذ واحد القرار ومجهود حقيقي ونقول سأصرف هذا وكذا من بلغ بالي لفائدة الشباب من أجل إطلاق مشاريع واشهد الشباب عندهم تكوين لمقاولاتي وقبل تكوين المقاولاتي الإنسان المقاول قبل ما تكون عنده تكوين تكون عنده رغباء هل لديه رغباء حقيقية في أن يكون مقاول هو خلق لي يكون أجير وهذه الطم الكبرى التي أقول لك هي مسؤولية الشعب مسؤولية الحكومة مسؤولية الأسر مسؤولية الجامعة سيكون من المؤسف جدا أن أتحدث لك على أن المغرب أبناء يعني في أطفالهم من المرحلة ذي الطفولة والسبب يعني أنا أحمله بشكل مباشر للأسر ولا للدولة وكذلك الأسر بشكل أكبر لأنه في مرحلة من التاريخ المغرب أعرف واحد الطفراء والسعي بالسرعة لتحقيق الماديات قشكتهم من المعنويات ما بقشكتهم من التربية كل شيء بغير يحصل على المال بأي طريقة ربما ما سيطرتش على الإعلين في أفكارنا وفي حياتنا الاجتماعية نظريات معينة أو مبادئ معينة أكتر من الرغبة في تحسين الوضع هذا هو الهاجس الكثير عن المغربي أنا قد نفتع واحد القوس وقد نذكر واحد المسؤول عراقي كان يعمل بجانب صدام حسين وكانت الجالية المغربية موجودة في العراق نعم فأحطر من التاريخ وكان طلب في إطار الحديث اللي كان عقده الرئيس مع المسؤولين ديالو حول الجالية الموجودة في العراق والمشاكل التي تعانيها تبه معي نعم قال لهم قال لهم من وصل الحديث قال لذلك المسؤول العراقي حينما وصل الحديث عن الجالية المغربية ضرب صدام على الطاولة قال لهم لا حديث عن الجالية المغربية أقدرها وأحترمها وأكن لها المحبة والمعزة إن المواطن المغربي مني كي يجي إلى العراق لا يفكر إلا في العودة إلى بلده يشري سيارة يبني بيت يصرف على الأسرة ديالو أنا فينك تمشي المقدرة الآن تحدث عن الجالية المغربية اللي نسميها الجهات للطاش مشاء الله عليهم وحبهم لبلدهم نعم بكل صدق بكل صراحة ومشاو وحتى هذ الناس اللي كانوا مرشحين للهجرة يحملون نفس الهدف ونفس المبدأ هو كيقولك كل شي كيقولك أنا مش باش نعاول والدي مش باش ندير كذا لاحطي معي إذن أنا أنا نقولك هذا هو هدفهم السؤال لما تروح هو كيفاش أننا لم ننجح يعني مش يوم نقولك تغطية احتياجات الجامعة تغطية احتياجات الجامعة مستحيلة في أي بلد حتى في الولايات المتحدة الأمريكية اللي قطبع الدولار واضح ما كتوصل الواحد لحد كينا هناك لابدى فئة معينة من المجتمع كتكون ضحية ضحية لأسباب بنيةوية لأسباب نفسية لأسباب مبادرات يحتملنا هي يبغى تكون ضحية احنا غالي نرجعوا للمغرب اللي هو بلادنا وتحدثت لك على هات المبادرات اللي ما حققتش النتجة لها سأعززها بقول جلالة المالك اللي قال صري فت أموال كثيرة وبذل مجهود كبير وبدون نتائج نتيجة ضعيفة أو نتيجة ضعيفة بطبيعة الحال حتى أنه قال أين التروى حتى أنه قال أننا محتاجين للجدية لا يجب أن ننسى هذه المحطات من خطب الملك هو المسؤول على هذا البلد في يعني أخذها بعين الاعتبار إذا أخذينا مثلا نتحدث أنا صراحة لا أستعمل كلامي للترويج السياسي أو لضرب شخص معيان أو لا يهموني ذلك وكما قلت لك في البداية أنه مسألة الوضع الاجتماعي في المغرب هي شي مسؤولة حكمة خنوش ولا حكمة بن كيران اللي قبل منه الناس درقلي مرشحين الآن لا يجرى تزادوا في عهد بن كيران لا حتي معي باش ما نقولوش ولكن نرجع معك إلى أبعد من ذلك الفترات للحكومة السابقة كلها اللي ما كانش عندها سياسة اجتماعية سياسة اجتماعية ماشي بالكلام الفاضي أو بالهضرة كيف ما كان قولوه إحنا المغربة سياسة اجتماعية بمخططات وباستراتيجيات وبمتابعة تلك المخططات والمحاسبة عليها مثلا حينما أقول المغرب الأخضر يجب أن يستفيد من الفلاح على ثلاث مستويات الفلاح الكبير الفلاح المتوسط والفلاح الصغير ره دارت برامج لإفادة الفلاح الصغير لا ينكر ذلك كل صراحة ره اللي يحفر بي يعطيه التعويض اللي يعمل صهريج ديال يعطيه التعويض ولكن منك يكون الفساد في الإدارة لا تصرف الأموال في المجال اللي يمشأت له ولا يحسب صاحب الأعلى على الأموال أنا أقول لك مثلا منك تجيب أبنك الآن وقفه مشروع انطلاقة يعني فكره لأن عدد من الشباب اللي يخاد الدعم المالي والقروضي يا قروض ليش دعم باش يطلق المشاريع ديالي وتعتره وفشل فيها وهنا أعود إليك إلى النفسية المواطن المغربي والشاب المغربي وهذه بخبرة من مسؤولين في أبنك كي يعرفوا كيقولك ودي إحنا حينما كان نقدم قرب الواحد الشاب اللي غدي يفتح واحد المشروع اللي يجهون في إطار الحملة أنا أتحدد دايما عن حملة الهجرات الشرعية الجمعية حملة توظيف بدون كفاءات حملة تشغيل في إطار المقاوالات بدون البرامج اللي كنت تتلقي يا أنا أنا أعتبرها فاشيلة وأنت أعتبر لأنها تستوعيب 90% من الأشخاص اللي عندهم مش مؤهيلة مسؤول فبقى يقول لك مني كان عطل قرض ونتبعوه وكان حاول نعمل واحد لنا نستيغاسيون غير مني أنا كشخص كان نشوف أول حاجة كدراية الطنوبي ويبدل البرتابل ويبدل الهندام دياله وربما يتزوج أو يتصحب أو شي حاجة يغد بالرغبة الداتية دياله دول هذا هو يشبع للرغبة الداتية دياله مش يبني المقاولة لأن المقاولة منك تبغي تبنيها شخصيا ونقول لك ركت تبنيها بصباط مقطع تحفي صباطك في الطريق باش كتبني المقاولة والله اللي فكرتني بزيف تفاصيل بالله فهمتي والمغرب أساء كثيرا حينما خلق وإنما تخلق فيه واحد الجيل بإيسام كبير من الحكومات المغربية أنا أغنقل لكم من وزارة التربية وزارة التقافة وزارة جميع هالقطاعات اللي غادي نذكر لك هي حسسة ومهمة رغم أن بعض كلك وزارة التقافة لاش ماذا نبغ أنا حينما أقول لك بأن الجيل الحالي اللي كان شوفه الآن بستعدي له حرصه في البحر بستعدي يقتل بستعدي يدير أي شيء وليس له أدنى احترام مش غير البلاد ولي المغرب وكارو والدات والأسرت والنفس والعلاقات نسبة كبيرة من الكفر الوطني الكفر الاجتماعي الكفر النفسي الكفر العائلي هالشي يصبح عنه ماذا سببه أولا في التربية للأسر أقول لك المسؤولية تقسمها شعب وحكومت التربية للأسر يعني ما بقاتش نفس المبادئ اللي تربع لها واحد الجيل سابق هي نفس المبادئ التي تحكم الآن هذه الأسر هذا لا يحدث لك شي حد من الشكل ليس نفس الخيطاب نفس الكلام النقطة الثانية في المدراسة في المدراسة أننا من يعطينا واحد المفهوم الجديد لحقوق الطيفل وهذا رجع لك مسألة حقوق الطيفل خلقنا من واحد الإنسان مستهلك ليتحمل المسؤوليات ما عافش أنا لست خابير طرباوي ولكن أفرتنا كثيرا في تجريد أبنائنا من المسؤوليات خلقنا منهم مستهلكين خاصة مع الجيل اللي ده طالع وفرتي للبالكات وخصك توفره كل شي صباح هذاك الهاتف المحمول ضروري عند بلدك ولو يكون في أقصى بقع البادية أو في أدنى في الأسر الفقيرة يكون عنده شرط تليفون المسؤول الحكومي في الحديث معه قال لو قلت قلت 200 درام في الشر رخيصة قلت لك لك تجريد ستي في النهر رخيصة قال لك لأن التليفون تعمره رشار عند أقل 300 درام في الشر وغير لها درام شي الطيب ما شي دير نوع من التفكير النقطة أخرى كما أخبر لك في مدرسة مشاة أولا ضخم تجاريا من أجل أرباح تجاريا وأكبر مصيبة للطفل الصغير في الابتدائي المرحلة الابتدائية أنك تتقلوا بالمواد هذا أتقلوا بالمواد والكتب والأوراق الفاضية التي لا قيمة لا لا لديه تربية وطنية بعدها في بلاد هذه الأولى ثانيا أن التربية الدينية تحيدت بدواعي كثيرة وعقليات رجعية تحيدت في التعليم التي تنمي الطفل وكتغدي مقابل ذلك وهو يغادر المرحلة الابتدائية ويدخل المرحلة الإعدادية ويتنتعش بالثقافة وبالأغاني وفترة المراهقة قمنا بدعم المغنيين والمطربين الساقطين ونوع الغناء الشارع أنا لست ضد هذا الناس الذي يصحاب الراب ولكن الذي يستمع للراب يستمع للبؤس والحزن والفقر وفقد انتقاء كله ساقط وكله ساخط على الوضع الرب هو السخط على الوضعية كيفش أنت تشبع مجتمع شاب صاعد إليك بالثقافة ديالكر وتقفت الحقد وتقفت عظم الاحترام للأم للأب للمعلم للمدرس للرجل للأم للبشر استغفر الله أقول لك حتى لله أغاني كي نكافرة وساقطة ديالدين وانت تدعمها فيما يرى جنات وغم أنها أصبحت لا تحتاج إلى دعمك غادي لأنك ما قلت لك الهادم أسهل من البناء واضح معي ومنك يوصل المرحلة ديالتكوين والتعليم التانوي والجامعي كندخله في واحد المتاهات ديال ديال تخصصات لا حاجة للبلاد بها لا حاجة إطلاقة للبلاد بها بقين عندنا نظام التعليم العالي ديال ستينيات والسبعينية من القرن الماضي تغيير في نقعة في إدارة الكليات في التنفس على الميزانيات في الاستثمارات الفارغة ولم يكن هناك عقل مدبر حقيقي ليقول إلى ماذا يحتاج المغرب نعم تأمتي هذا أنا لم أتحدث لأسود كأن هناك مدارس المهندسين كي المغرب لا يحتاج المهندسين لا يحتاج لتصانعة لا يحتاج ونا تحدث لك عن الصناعة وفلحة و أنا كنت كنت منها وقبل ما نستمر في هذه الحديث لأنها أفكار كثيرة ومتضاربة أعود لك إلى طفل المغربي اللي كان أنه في الفترة دير العطلة كي يصف طبوه المتجر أو المصنع الصغير اللي تعلم الحرفة بقى هذه الدرارة لا أنا تبعا صنعت وك ليه غلبوك كانت مهمة جدا كانت بزاف دير الحواجة كيتعلم فيها بزاف دير الأمور أكتر مشي باش درور لن أخرج من الشعر نحن معك في هذه النقطة بالضبط بالضبط غيرا نعود لك نعود لك شيء حاجة لنوعتي وانا أنصيت لك حقيقة وكل كلمة قلتها وكل جميع قلتها لك تحرك كفية حواج مجي تهلا ماذا كنت تفكر ونحن صغار يعني في الإقليم الرشيد ومناسبة نحي الرشيد بالحقيقة معرفة جدتي الله رحمة ونحن في العمر نحن ست سنين وعشر سنين كانت تعلمنا كيف نعتمد إلى الفوزنة وكانت عندنا في الواحة وليس لا يعرف بالنحن يعني نخل وقبل أن ينضج التمر يكون البلح ويصح البلح كانت تقول لنا أنت تخرج وتلقته البلح يعني تمشي تجيب البلح في عمرك يعني تخرج قبل تخرج الشمس وكتفق يكمل النعاس وكتنوت وكتفض المجهود وكتفض المجهود وكتفض المجهود تجيب هذه البلح وكتفض المجهود والذي ما نعتش والذي كانت تجمعه في الفطور يقول لك لا تفتر يعاقب يعني هذه التربية وهذه الأمور على المسؤولية والإحساب المسؤولية خرجتنا فعلا واحد الجيل حقيقة لتحمل المسؤولية وهذا يعني نخليك تكمل هذا الجيل وانطلاقا من قولك لا تأتي الفكرة التي تحق لأنه أولا يملك شيء في قلبي وتسألت قلت ما هي الرشيدية كانت الآن لم يكن لا 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 هذا كل مغاربة لديك هذه المناطق سبحان العادي لم يكن لا الناس جدي واحد درجة تفضل لا أنا مغريبي أنا مغريبي وكنا مغريبة ونحب المغريبة وكانتحدث عليهم بحرقة وبعاطفة في نفس الوقت ولكن بموضوعية هذا الناس اللي غادي يحرق كله من نسمع نوع الخيطة بدياله نحلل شخصيته بحال مثلا يقول أنا جاي من ايموزار الكنضر ومع الدول دي اللي فشكارتي وحطيت 25 ايموزار 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 ووصلت الهنا وبغير نحرق ما عندي من دير في الدولة بادل وشحال في عمر كان عام سيدي في عمر 31 عام انت اخي انت شحال تنسح من الدنيا مش تنسح من موزار الكنضر نعم اش فهمت علش الموزار اللي يكون في عون ه علش كيف ما قل لك النظام التربوي الاسرة نظام التربوي الوزارة التربية نظام التعليم ديال التعليم هذي كل ونظام التعقافة في البلاد والكتوب وانا لانك تكون ونخليك نوضح الصورة لك ورأي العام ولي كيسمعنا ويشاهدنا واش كتعرف بان الصين الان بالقوة الاقتصادية العظمة ديال في العالم انك تربي ابناءها على الحرف وعال عمل وعالجد والفلاها وعلى انهم كتخرج اطفال في عمرهم خمسة سنين سنين في مخيمات ومعسكرات وقد قل لابناء انتم مطبخوا وعجنو هال مطبخوا ودر يحفروا وبنيوا هذا هو شيء السائد في البشرية في طبيعة البشر انت تحدثت على نموذج الجدد يالق لله يرحم مني كان تحدث على هذا النمط من التربية ومن التكوين وما يبقى فينا في مجتمعنا فلنقرأ الفاتحة على ترحم على ذلك المجتمع يمكن تقول لان ما يمكن ندير لها الناس النسب كبير من اللي بغوا يحرق في أوروبا فين بغوا يخدم سلطنو وبيلات ويخدم في المطاعم ويخدم في الحق والما يتطوض ومش في الإدارة الإسبانية أو في المصانع الإسبانية أو واضح معي نعم نعم لماذا مليار درهم يجب نفكر كيف نوسع قاعدة الاستفادة منها هذا ليس يأتي واحد ويطلب مني قرض يجري أجر أرض ديال الدولة أو غيرها ونخرج له كذا وكذا من مليار يحصل ويضرب ويخرج إلى كندا ويحسب ويتبع هذا إذن ربط المسؤولية بالمحاسبة هي أحد العناصر الرئيسية والأساسية في إرجاع الأمور إلى نصابها ما يتقل هل هي مجرد شعاراتك أو لك شي حاجة أنا أشرح لك الأمور هو ما من أنا رلاء تحت لا تلع على حكومة بن كيران ولا علان ولا خنوش ولا التشيح تحدث بصيفة مجرد طريقة الاشتغال التي يشتغل بها عندها معطوبة من ناحيتها أولا عدم الكفاءة لا يوجد التخطيط وما عندنا خبراء تنمية لكي الوضع وكي نعصر الفسد تخرج ميزانية مثلا نعطيك أنا قضية العيد الأضحى طرح المشروع وفكرة الدولة سنجيبه أضاحي من دول أجنبية نستوردها الكوطة المعطية الفئة معينة هنا المغاربة يعزيز عليهم النصب والاحتيال كي يقول لك كوطة الفلانية الأخر رباش يجيب قده وقده من ألف من رأس مثلا من الغنب وهذاك اللي غد يخرج له اللي غد يعطيه الدعم وكي يعرف لمن غد يعطيه أنا أقول لك في حين أنه مني حصل مثلا ذاك الكبش اللي تعطى في 500 درهم ديال الدعم وتشراه هذا قيد بألف درهم الأسعار كانت معروفة على الأنترنت ديال الكبش في إسبانيا وصل لك أقول لك 400 درهم من أشهد 4 أورو 5 أورو من نوصل لي ومني كي يجي لنا لمغربك تبعد 3000-4000 درهم خذيتي فيه الدعم وتشربتيه من بلد خرار خيصة وبعتيه بأضعاف أضعاف ثماني حتى كي ينمني لم يذهب إلى السوق للضحية بل لم يذهب إلى حوالي إذا لم يكن مراقبة أو مخطط فاشل في التفسير وفي التمري يمكن يوصل لنتيجة لذلك يجب كما كان قل يضرب على الطاولة بيد من حديد والتفكير فهذه الناس حتى لا تظل قنبلة موقوتة عندك لأنك نحن نظام عسكاري بحل الجزائر لأبر وخرجوا لهم موقع هذا أنا معروف الجزائر كنت إنه لأخر الشعب يخرج المرشح للجيش هو تبون وننجح وكان يتوقع وإذا تفض ضده الشعب الجزائر سيخرجوا لأخر يكون يقول لك ردتنا مؤامرة مغرية هذا هو أسلوبه ركش فتحت رجال الأمن كيف تعاملوا مع الظاهرة كيف حاولوا يعطوها صورتها كيف حاول يوصلها للناس مازال سأراجع لهذه النقطة كيف المغرب تدبر هذا وكيف نخرج منه بقوة ومسألة إيجابية يعني هذا ملاحظ ولكن نبقى غير في هذه المسألة هذه تقافة مع الأسف التي نسميها تقافة 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 أنه كان رشاوة يعني تدوز في أمور التي لديها علاقة بلزاب بلدوف وعندها علاقة بليبونت كوموند وكذا كان بليبونت كوموند كان دن يعني لم يبقى ولكن عن الأقل كان طرق وثير أخرى لما لأسف أنه تدوز بعد الصفاقات والأمور لغير الناس التي لا يستحق وهنا يكون عندها الإشكالات رجع بحيث أنه طبعنا مع المسألة ترجع ثقافة أقل واحد من أبسط واحد أصغر واحد يقلب على الريع إلى أكبر واحد يقلب دائما على الريع وهذا هو الإشكال الحقيقي إذن سؤال كيف ممكن أنه يعني نحن نفسنا يعني تشعر البولة الحمرة يعني عندنا الحاجة التي لا يشي ذلك الحاجة التي تجاهد في سبيل أنك تمشي لها يعني عن استحقاق تمشي لها كيف نوصل لهذا الأمر هذا شوف صراحة هذا هذا سؤال والجواب عن يتطلب حلقة أخرى باختصار يتطلب واحد الخبرة واحد العين باصرة وتخذ لمعطية كلها بعين الاعتبر نقطة الضع ونقطة القوة أرى شخصيا أن من أوجب الواجبات تعميق الإصلاح في المغرب وأحد ركائز الإصلاح الأساسية في هذا الباب هو القضاء وتفعيل دور النيابة العامة في المسائل الجادة ماشي في المسائل الخوية هناك تقارير يعني في الرفوف للمجلس الأعلى للحسابات أنا أستغرب كيف مثلا أنك تبت غالبا ما تبيل التقارير للمجلس الأعلى للحسابات بسوء تسير ماشي بسوء نية تسير غير بسوء تسير إذا كنا نحن أمام الإدارة غير كفأة وغير قدرة على تسير الجيد لضبط الطروة لأنها طروة الشعب وبالنمية العامة دي الدولة فنحن بحالي لك نحمل الماء في واحد السطر المتقوب مع ما نوصل الكيمية المطلوبة إلى المكان المطلوب هذه نقطة نقطة الثانية أمام الأوراش اللي المغرب فتحة والطموحات التي تحدوه في تغيير الأوضاع دياله خاصة أن لنا مالك بكل صراحة نقول أول ما بدأ حكمه بدأه بعبارة سأكون الحكم الذي يعلو على انتماء بدأه بشعب مالك الفقراء وهذا مشهود لمشي يعني كنقول إحنا من أجل دعايا أو لا وهو قالها بذاته راه المبادرات والمخططات التي يطلقها صدقني لو أنها تنجح ب60-70% ما كنت تشوف هذا الدواهر راه الدواهر مشي والمغرب كله راه هناك شباب الحمد الله خدام راه هناك مقاولات راه هناك ناجحين مشي ولكن دائما الجانب المعطوبي الذي لديك لا يرضيك يجب أن تتعالج ويجب أن تتعامل معه ببو واقعية وراء نحن نذكرني أنه في الصف الإعدادي عندما كنت أدرس نعم كانت درسنا أستاذ رحمة الله عليه رحمة العشوري إذا كان حي الله يطغل العمر وإلى مات الله يرحم كان من أرقى الأساتذة في يوم من الأيام في أين كم سنة سنة 1983 1984 بالضبط كان قالنا واحد لكلمة ما هو الخطر الذي يتهدد لمغرب هذا هو موضوع البحث مادة الاجتماعية ومن كل التلميذ قال الكلمة أنا رفعت الأسبوع الدائق قال لي ماذا عندك قلت له هو النمو الديمغرافي قال لي كيف النمو الديمغرافي قلت له كانت في تلك السنة بالضبط حسب الإحصاءات المتدولة أننا 18 في الألف كل ألف يولدوا 18 في المغرب وكان هذا الرقب مخيف وكانت خوضوني ذلك الحملة التي تلقتها في الحكومات ذلك الوقت سياسة تحديد النسل فقلت له هذا النسل الذي يتولد في هذه الفترة في سن واحدة في سن واحدة قد يوصلوا السبع في سن واحدة وكانت دخلوا المدرسة في سن واحدة وكانت تخرجوا في سن واحدة نسبة كبيرة منهم قلت إذا كانت الدولة قادرة على إيجاد التعليم وقعت الدراسة لهم ممكن وكانت تبت في المعلم أنه غير قادرة إذا تبت فعلا أنه الدولة قادرة على وجود المستشفيات للنار اللي مرضو يدخلوا له وتبت لأنها كانت غير قادرة فعلا فعندما سيصلون إلى مستوى إلى سن العمل سيكون من المستحيل إيجاد فرص الشغل في المغرب لهم ودو الخطر وما دليلك فذكرته رحمه الله دليل أن نسبة النمو الاقتصادي دون نسبة النمو الديمغرافي ولكن حتى لا يشكل لنا النمو الديمغرافي عائقا يجب أن نرفع نسبة النمو الاقتصادي كيف سنقوم بذلك وأولا منك تكون عندنا تروى ومجموعة من المشاريع ومجموعة من رجال الأعمال أنا أحيي هنا واحد الفكرة دي أعتقد في السنة دي خلال حكومة يوسفي رحمه الله تدول المغاربة واحد المصطلح دي المقاولة المواطنة هذا المصطلح تمنيت أن يكون هناك رجال أعمال مواطنون ونحيي دو الفكرة التي ذكرت عليها دي الجشع ودي ثقافتنا لأن في نهاية المطاف هذا مغربنا إذا كانت مثلا عندنا واحد الإنسان يقول الله بجدر واحد المقاولة ودر مشروع وحصل على ثلاثة السكان وعند وظيفة سكان دائم سكان ولا ثلاثة السكان يعني الترفيه يفكر بأن ركنين عشرات هذه الناس لا عندهم السكان ولكن أنه يصدق عليهم لا يطلب من يدق عليهم ويقول مرة سكان تدخل اليوم لا أنه يكون العمل والتفكير في إطار تطوير المقاولة تحسين وضعية الذي يشتغل عنده من يطرح فكرة المخطط فلاحي معين X أننا نفكر بعد 15 سنة 20 سنة المغرب يصل فيه 150 درامل يمكن الآن إطلاق مزارع لإنتاج اللحوم برؤوس أموال مغربية وحتى أجنبية اللي تنتج اللحم للمغرب يبدأ يصدر ممكن فرمش تعين هذه القرارات يمكن أن تتخذ عوض من يوصل كل عيد الأضحى ونعطي دولة أنا نعطي اللي ستورد الأغنام من دولة X نعطي 500 درام في الرأس لا أخي لماذا نعطي 500 درام هذه سياسة ترقيعية العاجز الضعيف اللي ما عنده بصور عندي رؤوس أغنام بحسب توب لا سيدي عندي شعب مسلم يعطي بعيد الأضحى عندي الإحصائيات أنا نوفر 30 مليون رأس وكين الإمكانيات وكين أسواق خارجية فين نصدر إذن نحن نحتاجين لدرجة الأعمال الحقيقية لأن الدولة لم يكتبن بالسياسيين وبالهدر الخاوية وكتبن هذا وصلنا لهذا العصر ولكن خلصنا هذا الناس التي تصفوا بالوطنية وبحب الوطن وبالكفاءة الحقيقية يمكن تقول لي هذا الخصال الطبوي يمكن توفر في الإنسان أنا أدعو الدولة لأن توفر قوانين الدولة توفر القوانين لتحمي السياسة الاجتماعية في المستقبل وإذا لم تفعل القوانين الموجودة لحماية السياسة الاجتماعية ربما تسألوني كيف يمكن لنا أن نحمي السياسة الاجتماعية بأي قوانين بأي إجراءات ونقول أنه غير محاربة الريع محاربة الفساد والرشاوي محاربة تبدير الميزانيات فيما لا يفيد هذه كلها أمور أنا مني نريد مشروع منشوف كل يجي نحدد الفئة التي ستستفد منه لكي نتقسم معها الأربح لا يجب أن يدعب الربح الاستفادة منه معينة بالأمر كما قلت لك هذه أمور تتطلب وحد نظرة عميقة وبعيدة للمدى وتأخذ في الاعتبار ثقافتات الشعب وتأخذ أوصوله بكل فروعية وتأخذ بدينه وبأخلاقه ريدة فرتنا في الدين وفرتنا خلاقه فرتنا أنا ما كنت نتكلمش بلغة الإسلامويين ولا الخوانجين بعيد كل البعث عن ذلك لم تلين لا استثمارها في شيء ولا إن كان بغنى ذلك الإنسان المغربي الذي يشعر بالكرمة وقبل الكرمة يشعر بالهوية بعدها دياله لا يشعر بهوية ولا يشعر بالشيء كرمة وهذا الجيل المسكين معرض للحرير والهرب وكيشوف أنه تحسين الوضع غير في المادية وباك وفي الدكرة ما كان عنده حتى العشر لديك شيء لكي تكسب إلا لبسا ولا عقلا ولا وش فهمتين وكان الناس وما في أوضعين أكتر سوء منك وحتى لا نترك هنا كما قلت في البداية الفرصة أي إن كان مشهد به الإصلاحات مطلوبة منها لكي لا يأتي العدو من الخارج لاستغلالها واستثمارها واللعب عليها والضرب والنفخي فيها لا لأنه كان ينتهي حالا ينتهي بشكل مستمر بكري كان الاعتبار للمدينة سبتا وميليليا بالنسبة للدولة الإسبانية باعتبار اقتصادي مهم وكان يدر على الخزينة الإسبانية ملايير روّت في السنة بسبب التجارة بسبب النار غلق المغرب ذلك الحدود بنسبة أزمة كورونا وقبل من أنه كان غلق ذلك المعبر تغييرت الأوضاع سبتا الآن وميليليا صبحت عب على إسبانيا لا من ناحية الطاقة ولا من ناحية المياه ولا من ناحية وصبحت حتى أنها مهددة أمنيا بالنسبة لهم وكيف ما كان قلنا لبعض الإسبانيين إذا تم إنجاز ذلك الجسر الرابط بين المغرب وإسبانيا أهميته بالنسبة الإسبانيا أكثر بكثير من نسبة وميليليا لأنه منفذ نحو العمق الإفريقي وهذا وعلى ما كان نقول سيد أبل هادي وسمح لي ما هذا الدول الجوار كلنا في مكان واحد المفروض يجب أن يكون تعاون حقيقي الآن وأنا أعتقد أن أعرف أن هذه تخميلات عندي أنت تقول لي دائما أنت لا أعرف أنت يوم بالجزائر كيف أنا كنقول حتى الاختراق الآن للجزائر وعلى أسس أنها هي سبب هذه التوترات أنا كنقول باللي السبب دائما واحد آخر الذي يخلق دائما التوترات ويسبب الجيران بدون شك بدون شك كتعرف أنه مع الأسف مع الأسف مع الأسف مع الأسف خصوصا خصوصا أن الميديا الآن الخوارزمية الميديا لا اليوتيوب لا الفيسبوك ولا الإستيجرام ولا كذا جميع الأمور لبعض لا يفقهوا فيها ولكن الأخر يفقه فيها وعرف كيف يدير شدك وكيف ينسب هذا يستغير إشكلات حقيقية جدا هي كيف نتنبه لهذه الأبعاد كيف نتنبه لهذه الأمور ونعرف أن العدو واحد يستهدف أثنمية البشرية يعني يستهدف الأمن والأمن وكيف يستهدف السلم المجتمع في جميع البلدان ولكن رأي لماذا نتنبه بطريقة ولا أخرى خصوصا خصوص المساعدة هذه بحالكم وبحال مجموعة من المثقفين مجموعة من الناس الإعلاميين الذين في المستوى عالي كيف يمكن أن يخلقوا هذا الجسور من التواصل بيننا ومن الجيران على أساس أنه بالصح نرفعه المستوى الوعي لا عند الناس كنت أصدقيت لها وقد أتكلمت عنها وقد أشكر من هنا لأخ والجمعية للمؤسسة التي استطفتني وقد أصدقوا اسم منها الفيلم الوثائقي في خدمة استراتيجية الحل وتفجأوا كيف يمكن أنه بالصح أن الجسور إذا أردت تقول التواصل يمكن المثقف المفكير أنه يكون سبب فيها على أساس أنه بالصح نتفدأ هذه المطبات والإشكالات الكبير التي سنحن مع الأسف أنه فيها وانت تكلمت عن الجسر المغرب وإسبانيا قبل أن يكون مادي المفروض أنه يكون فكري يكون ثقافي كذلك لأن نرقاو المستوى يحول الله أفضل وأفضل ومن ناحية الحلول من بعد نعود إلى التي نأخذ فيها أغير أريد أن ترجع لماذا نقطة ومهمة جدا قرن ما بين هذه الهرب الجماعي الآن وهذه الهجرة وما بين هذه بضعة أشهر التي في الوقت لأحد المجموعة قدروا أنهم يدوزوا الاسبتة وكان تنعت في المغرب على أساس أنه الذي يسمح لهذه الشباب وكذا وكذا أنه يجعلهم يدوزوا وبالتالي كان أوقع واحد الإشكال وعلى غيرها من المرهات قدرت إتفاقية على كل حال كما كان الحال الإسبانية خضعت المغرب في بعض الأمور وقدوا الوضعية بعض هم ما هو الفرق الذي يوجد ما بين هذه وهادي ولا وجه للمقارنة ولا وجه للشباب إطلاقا وحاولت التسلل الإسبانية أو التغور المحتلة كانت مستمرة ودائما وكتعالج دائما بإجراءات أمنية في إطار اتفاقية وهو جروب الهجرة الجماعية أو مستلع بالعليل هو شيء آخر خدومة وهل أطارت على علاقتنا مع إسبانيا بالعكس أظهرت الإسبان والاتحاد الأوروبي مدى قوة المغرب مدى جدية المغرب مدى الاعتماد على المغرب في ضبط الأمور ونحن مني كنقوله وانت بصدد الحديث عن علاقتنا مع الجزائر ودائما أنت تتوق ككل مغاربة وككلنا جميعا لتحسين الأوضاع مع البلد الجار نقول لك بأن إسبانيا فترة من الفترات صعدت مع المغرب إلى أقصى درجة ممكنة وما صعدت شعبيا أو شعباويا صعدت سياسيا وأكاديميا وتقافيا وظهر في الإعلام الإسباني وفي المشهد السياسي الإسباني إسبان أشاوي كبار معارضنا للمغرب وأغلق الإسبان عليه من البيت ديالهم وتطحن فيما بينهم وصلوا للقرار النهائي اللي في صالحهم نعم مصلحة هي العنصر دائم في السياسة والمغرب مني شف إسبانيا أنها عرفت مصلحتها أحدد لها ومصلحته مسبقا نعم ووضح من لنا نعم وصار إسباني أن يخافون على علاقتهم مع المغرب أكثر مما يخاف المغرب على علاقتهم مع إسبانيا صدقني أنا عندي أصدقاء إسباني مسؤولين وفي كلامهم وأسئلتهم ومحاولات استفسارتهم دائما خافوا من أن المغربين قالب عليهم لأنهم ما عارفين مصلحتهم في المغرب وعبر المغرب ونحو إفريقيا أنا أتمنى صادقا أن الحكومة والنظام الجزائري مليش الحكومة النظام الجزائري كانت عنده هذا الرؤية مع العلم أن المغرب ما وضع في طريق وحتى شي عقابة المغرب وضع عقابات لإسبانيا لكي أخذها الطريق كما وضعها لفرنسا كما وضعها لألمانيا لكن أمام جزائر يقول لها أنا مستعد للحوار كل ملفات وما يسمى مطلوب منك حتى ذلك الاعتراف بمغربية الصحراء تركي غير ذلك البوليزاريو المصيرهم وراء مخططت سويكين وراء قررت الأمم المتحدة وتفضلوا يناقشوا الأمر لكن وفي الحملة الانتخابية كيقول لنا الصحراء الغربية ما تخلش عليها ما هذا مين هنا نشرح لك من زاوية أخرى مش اللي أضعف الأمال عندك في تحسين العلاقات بين المغرب والجزائر شرط واحد لأن هزيمة المغرب وتجزيء المغرب وفصل المغرب شمالي عن جنوبه ريهان استراتيجي بالنسبة النظام الجزائري ستقول لي لماذا نربح عنده لا يمكن أن يعود النظام الجزائري للشعب الجزائري اللي كي لماذا وقت لك استطمر في هذا الهروب الكبير هو الوحيد الذي له مصلحة في أن يقول الشعب الجزائري وانظروا هذا المغربي كيف يتراف فقلوا الحمد لله على نعمة النظام الجزائري فأمتي ونحن نحن في المغرب نغطفو المقولة الحسن الداخل اللي كيقول لك سأقوم بقى يعني يغلب خيري يغلب شرق شوف يعني عرفت هذه المقولة الحسن الداخل وكان يكرره الحسن الداخل رحمه الله ولكن أنا في بعض الأحيان لست من المؤمنين بهذه القولة الله يود سيد عبدالإله لا سأقل لك كيف ذلك لأن في بعض المواقف حتى أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم راقل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان حدود لتوقفها مع ذلك الكفار ومذلك المشركين ذلك الأعداء يعني ما تزيد لكن هذو مكفار وممشركين هزياب نحن لن نتحدث عن الإيمان وعن الكفر ولكن نتحدث في إثار العلاقات المهم هو أنه كان واحد الفئة كبيرة عريضة جدا وتك تعرفه توقفين لهذه العلاقات لما عندهم هذو الفئات العريضة الراغبة في تحسين العلاقات معارض سياسي جزائري من أخطية بخلق الله ومن أكثر الناس وعي بالمعطيات لكن ما عندهم شيء في النظام الجزائري أو في الحكومة الجزائرية أنت يا أخي ربما أنا نقول لك واحد المسألة لو أراد النظام الجزائري يتصالح مع نفسه ويتصالح مع الشعب الجزائري سيتصالح مع المغرب كين أكثر من هذا الكفر أنت ما مصالح مع نفسك ما مصالح مع شعبك رانو العلاقات لك ران الجزائر ما عندهم مش مالك لك يخاف عليهم وليك يحاول يطمنهم وليك يحاول يدير بمبادر ران تلاتس تقدر التروى اللي تدخل هالجزائر من المعادين ومنطقات اللي عندهم لا تقدر المساحة اللي خلت فرنسا للجزائر تنهبوا منها الطروات في الجنوب بيحدود مع المالي مع النيجير مع المغرب رى مقاطعة فرنسية امبراطورية صنعت لهذا النظام وتمت وربطته بعلاقات استراتيجية وحتمية مع الدولة الفرنسية إذن المغرب لا بغير نوكوسي ولا بغير تكلم لا بغير هذا يخصو يتكلم مع فرنسا لا فرنسا خرجت من هذه اللعبة بطريقة دكية ومنوصل المغرب فرنسا إلى هذا الباب قالت ليه أنا أعتري بمغربية الصحراء ومشان قام مع الموظف الذي عنده وقمت بدورك مباشرة بعد ذلك نظام الجزائري خرج بتصريحات مباشرة لدعم الصحراء الخطوية إذا سترجع معك سيد عبد الهدي سيد الدور مرة أخرى الدور للتواصل الدور الإعلام الدور الرفع من الساول الوعي الدور الحقيقي الآن ونحن في هذه دائما نتكلم عن فهم الإعلام والتواصل أو التواصل ونقول دائما أن التواصل لدينا من أرواع ومن أجمل ومن الأعظم أشياء التي ممكن نوصل لأن نحق فهم التواصل بين صاحب المعلومة أو صاحب الفكرة أو صاحب الاستراتيجية أو صاحب المنهجية وما بين ذلك المحتاج لها الأمور وهنا سنوضف هذا كله التربية على مستوى جميع الأمور يعني على مستوى التواصل مع الأسر على جميع الوسوايات كيف بالصح نوصل لهذا الإعلام للي حمل هذه الأبعاد وحمل هذه الهم ويخلق إمكانيات وقدرات في الاستثمار في الإنسان وفي الاستثمار في أولاد المغرب على أساس أنه نرقاه الأفضل لكي أجيبك على هذا السؤال كنت ذكر الأستاذ عبلادي التازي رحمة الله عليه كان كي درسنا مادة التاريخ الديبلوماسي للمملكة السنة الرابعة يعني الإجازة في كلية الحقق في الربط كان ندرس مادة العلاقات الدولية وكنا بطبيعة الحال كان ندرس مجموعة من المواد الأخرى قانون الدولي الاقتصادي النظم السياسية في العالم تلت كان كيعمل أننا عبلادي بطالب رحمة الله عليه المالية العامة هذه كلها مواد يعني تكشف لك واقع الدولة اللي انت فيها وواقع العالم بدون ضبابية بدون مكياج بدون كنا نعرف الضعف المغرب على مستوى النظام المالي على مستوى النظام الضريبي التغارات كلها من ألفية إليها وكنا نصب أنا شخصيا كنت أصب بالإحباط حينما أقارن مستوى الدولة التي أنتم إليها ومستوى الواقع الدولي يعني كي يبلي فعلا بأن المغرب أو غيره من البلدان في العالم الثالث ويبهد المصطلح أنا أحتفظ بها يعني أمامه سنوات ضوئية لكي يخرج من عنق الزجاجة نعم يعني أشياء كثيرة نعم لكي طلبنا بالبنك الدولي بصندوق النقد العالمي بصندوق النقد الدولي بنية باريس بالمخططات الاقتصادية يعني بحلها كم أغير أقول لك كتجيب واحد من هوات وكتدخل الفريق محتاري في لعب مهما كنت كان عارف قني أنا شخصيا كنت دائما أتساءل يعني كيف الفرج للمغرب أن ناله الطريق ولكن حينما كنا ندخل عند عبدالهادي التزير رحمة الله عليه كنا كدرسنا التاريخ الديبلوماسي كما قل للمملكة كنت طريقة التواصل مع الطلبة طريقة عرض قوة المغرب الحقيقية في تاريخ الماضي تجعلك يعني تأخذ واحد نسبة من الأكسيجين اللي يغضي عقلك ويغضي نفسك ويغضي طموحك لأنك تنتمي إلى شعب عظيم وإلى بلد عظيم هنا غالين غلقات الصورة وأقول لك ما استفدته شخصيا من تلك التجربة وعلى يد ذلك العلامة رحمة الله عليه أنك كلما تعطي المعطيات السوداء والمظلمة للإنسان كلما تزرع فيه روح اليأس والانهزامية والانبطاح والقنط والله سبحانه وتعالى يحضر الإنسان المؤمن من درجة اليأس فكيف إذا كان عندك واحد الإعلام لا يعرف أنا لم أكن أقول الإعلام العمزين هذا ليس أسلوب التواصل الإعلام العمزين قديم وممارس ولازال يمارس بطلق ركيكا ونحن إذا كنا نتحدث عن التواصل أقول لك ليس هذا فقط في المغرب وإنما في جميع البلدان لنا الإعلام ليس مدى سهلة الإعلام نمتهي بدون خبرة في العالم التالت في الدول النمية خبراء الإعلام كي ينف بريطانيا في أمريكا في حياتي تسألت مثلا كنت في واحد اللقاء مع كان مدير دار أمريكا في الدار ربدة في سنة 1993 وأجريت مع حوار حول التقافة في أمريكا وقال لي واحد المعلومة رهيبة جدا قال لي نحن في الولايات المتحدة ليست لدينا وزارة التقافة وليست لدينا وزارة إعلام مع العلم عندهم أكبر المنابر الإعلامية في العالم وعندهم أكبر الإنتاجات في السينمائية وأكبر الكتب التي تباع وتنتج في أمريكا فأمن الله وحديتي معهم بعض الأسئلة التي رقيتها عليه قلت له في نهاية المطاف أمريكي لا يوجد خريطة العالم عنده خريطة أمريكا فقط وبالنسبة لي لا يعرف أين يقع السودان ولا أين يقع العراق حينما قامت الحرب بين العراق وأمريكا نضع مواطنين أمريكيين أين يوجد هذا العراق عمد أن المواطن الأمريكي حتى في أمريكي اليوم يتلقى يتلقى ما يهمه في أمريكا 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 وكان مقيم في العراق وزوجة أمريكية والتحق بها في أمريكا كان في كل يوم مقابل قناة سينان لكي يرى ماذا يجري في العالم كنت أقول له الزوجة دياله افتح على القناة المحلية تشوف شنو الطريق كي يقلب كي يلقى البطاطش حلقة تسوى في السيبر مارشيل فلاني شنو فيه القرار للمجلس البلدي اللي يخرج شنو فيه كي يطلع برشك يرجع يتقب فاليوم قال لي خرج لقيت طنوبيل ديالي حطل عليها ضاعرة ونحط راجعتني ضاعرة وصير قال لي البارح في الأخبار البلدي محلية قال لنكم رئيس المجلس حيدو الطنوبيل لنتج غذي تطاع خص الكاسي حتى تولوجدوز انت ما تفرج جيش لك البلد كنت تفرج في السينة فالليكن نريد أن أقول لك أن الإعلام ديالنا مربناش على معرفة بلدينا كما هي في الحقيقة أو هناك بعض المحاولات تعمل في المجل الوثائقي أخبرني ما أخبرني برنام سأخبرك على كمية الإنتاج على كيفية الإنتاج ومستوى الحتراث الذي يجعل المغربي يكتشف بلاده إذا لم يكن مواطن كيف أنا سأعرف مناطق خلابة في المغرب كيف يمكن تضامن مع ذوك الناس الذين في القرى يعيشون وليس يفكر في الحرائق ولا في الهجرة السرية في الففاف كي يبيع في فوق التين كيبيع القناعة والطمئنان والقوة هذا هو الذي يجعل نصل الله وهذا هو الذي يجعل الدعم وهذا هو الذي يجعل يجعل كيفية برامج الوكالة الأصفر في العالم كم شيء والتركيا وليس ينضمون رحلات داخل المغرب ونضمهم من الأثرياء الناس الذين لديهم إمكانيات وعيشوهم تجارب التي تعيشها المواطن للإنسان البسيط فقط إذا دخل غير المتجر معين وخذوح الكمية المواد الغذائية والأغطية والألبسة والدامة عنده حسنة مع الله مع نفسه مع عمونا حب الوطن الإعلام يعلمك حب الوطن ويعلمك الكفر بالوطن حسب من يدير الإعلام كذلك التربية كذلك التربية في البويت الناشئة كيف 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 وهذه أمور فيها علم الاجتماع في علم السياسة في علم الاقتصاد فيها الكثير من العلوم التي آمل فعلا أن تكون هذه ختما أقول أتمنى أن تكون هذه الحادثة للمغرب أمني وسياسيا جوزة بسهولة باحترافية تكون درس للجهات المسؤولة والمعنية في الدولة وفي الحكومة بأن تقتفي الخطوات الصحيحة لتفويت الفرصة على الأعداء وتفويت الفرصة حتى على العدو الأول والفقر والجهل والفقر واللا مبالات والاستهتار بالقيم الأسرية والاجتماعية وكذلك الوطنية شكرا شكرا بزاق مساعدة هذه شكرا على الحق اللي أنا كنت أعتقد مهمة مهمة جدا وبالمناسبة يعني نضكرنا في واحد مشروع بسمنا الإعلام في خدمة قريبا قريبا إن شاء الله إن شاء الله قريب سيدا النور قريب إن شاء الله سننطرق نفقنا عليه ما يكفي بالتوفيق من وقت ومن المال وإن شاء الله قريبا سننطرق وقد نكونوا مجموعين إن شاء الله بحول الله فالوقت اللي سننطرق الانتلاق بشكل يعني عدى بشكل رسمي وبالمناسبة نشكر بسدد هذه أحتر أصدقاء الأصدقاء اللي يعني اللي يشغلوا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي تحية موصولة إلى انسطار صراحة يقوم بواحد دور مهم جدا شكرا جزيلا لك شكرا لكم أيضا كذلك ولمتابعين الكيرا شكرا